أهلا بكم أعزائنا طلبة وطالبات الصفاء الثاني الثانوي في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء النهاردة معانا ريفيجن في معانا مراجع النهاردة هنرجع على بعض الأيتم الخاصة بالامتحان and we're gonna start with the passage هنبتدي بالبسج النهاردة هنأخو البسج وعليها بعض الهواء تعالوا نشوف كده مع بعض بيولينا read the following passage then answer the questions perhaps the people who are the happiest when electric cuts occur are thieves بيولينا ربما perhaps ربما the people الناس اللي هما الأسعد على الإطلاق بيكونوا لما بيقطع النور when electric cuts occur لاندما يحدث ظاهرات أو حدث لقطع النور لما بيحصل أن النور يقطع بيكونوا مين دول أسعد ناس؟ بيكونوا the thieves اللصوص a dark area suits purpose of a thief a dark area لما بيكون في حتة مظلمة area يعني منطقة تمام؟ لما بيكون في حتة مظلمة يعني ده بيناسب suit يعني يناسب أو يلائم و suit كمان بتيجي بمعنى بدلة يبقى suit جات هناك verb معنى يناسب suits the purpose of a thief بتناسب الغرض اللي بيسعى إليه اللص ده طبعا بيحصل splendidly وطبعا splendidly the adverb والأدكتف مناها splendid وطبعا splendid معناها wonderful fantastic great okay and the adverb is splendidly so that he can do his work without being interrupted by guards يبقى ليه هو بيحب ان الدنيا بتكون ضلمة بقى السبب بقى وطبعا احنا عارفين انه so that so that بيجي بعدها sentence دي ما احنا شايفين جملة وبيكون الجملة دي فيها في يعني في الغالب بيكون فيها model verb يا مكان او will او may لو الجملة اللي معايا في حالة present يبقى so that so that رابط نستخدمه وبيجي بعد منه جملة بمعنى الكي بيجي بعد منه ايه السبب اوكي او الكوز سوري بيجي بعد منه كوز وطبعا so that بيجي بعدها جملة الجملة دي بيكون فيها ايه بيكون فيها can او will او may can او will او may لو جملة في حالة present لكن لو جملة في الباص بيكون في could او would او might would او could او might لو جملة في الماضي يعني لممكن اديكم مثال اقولكم مثلا i go to the library so that i can borrow books so that i can read so that i can read هنا الجملة بتعتي في المدارة او i go to the library so that i can لكن لو حولت الجملة بتعتي الى past وقلت i went to the library so that i could يبقى so that هنا هيجي بعدها جملة فيها could او would او might لان الجملة بتاعتك في ال past simple في الماضي الجملة اللي معنا في ال present تعالوا نشوف كده جي بعدها بيقول لنا so that he can do his work جي بعدها can طبعا او في الجملة بتاعته جي can so that he can do his work يستطيع ان هو يقوم بالعمل بتاعه without being interrupted بدون ما ايه حد يقطع يعني interrupt معناها يقاطع شخص وinterruption اللي هي المقاطعة اوكي لكي ايه لا يتم مقاطعته by guards بواسطة الحرات who could see him اللي ممكن يشوفوه in the light والدنيا من وراء ممكن يشوفوه والدنيا فيها ايه دو بيقول لنا though sick people برغم من هذا فان المرضى students والطلاب and workers والعمال are annoyed بيكونوا متضايقين وطبعا احنا اخذنا قبل كده اني adjectives الصفات ending in ing الصفات اللي بتنتهي ب ing describe بتصف who or what causes a feeling بتصف المسبب للشعور سواء المسبب للشعور ده شخص او شيء يبقى ممكن يكون المسبب للشعور بتاعي شخص ممكن يكون المسبب للشعور شيء في الحالتين مدام هو مسبب للشعور فبياخد صفة فيها ing ما بياخدش صفة اللي بتنتهي ب ed يبقى قلنا ان في عندنا adjectives ending بصفات اللي بتنتهي ب ing بتصف who or what causes a feeling فانا ممكن اقول مثلا the book is interesting the party is amazing الحفلة مدهشة مسببة للدهشة amazing اولكم مثلا the 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 accident was surprising اوك اولكم my work is tiring ing فهو مسبب للتاع وممكن اقول اني this little child is annoying مسبب للمضايقة دايما مثلا بيبكي كتير او بصوته عالي او عامل درباك فهو annoying مضايق مسبب مضايق لكن اقولكم we are annoyed we are annoyed الله يبقى الصفات اللي بتنتهي بايدي بتصف بتصف ايه بقى the feeling of people affected by an action الشعور بتاعنا بقى بنوصفه بصفة فيها ed او بتنتهي بايدي فانا ممكن اقول I'm tired لكن my work is tiring ممكن اقولكم I'm exhausted انا منهك my work is exhausting منهك اقولكم I'm we are bored احنا شاعرين بالملل اقولكم the film is boring مسبب للملل هنا بيقول لنا اني الناس بعض الناس بيكونوا أنويد بسبب الايه بسبب قطع النور بتاع نشوف كده بيقول لنا اني students and workers are annoyed when their district district بمعنى حية او مقاطعة مما تكون الحية بتاعهم is deprived of و deprived معناها يحرم من واخدوا بالكم من ال preposition اللي بيجي معا deprived deprived of مش from لان فيه كتير من الناس بتعمل mistakes او mistake way بتستخدم مع deprived بتستخدم from لكن في الواقع deprived of معناها يحرم من deprived of معناها محروم من محرومين من ايه بقى the blessing blessing اللي هي نعمة blessing of electric light تمام the blessing نعمة الايه electric light خدوا بالكم ان blessing ممكن تجيلي في translation الناس المحرومة من electric light من ضوء الايه من ضوء الكهرباء bank robbers بقى عن ناحية التانية بقى bank robbers find it a good chance بيجدوا من دي فرصة كويسة to do their work ان هما يقوموا بالعمل بتاعهم يقوموا بالايه بالعمل بتاعهم يقوموا بالايه بالعمل بتاعهم وناخد بالنا كمان ان electric في فرق ما بينه وبين electrical electric معناها something or an equipment that runs on electricity يعني انا ممكن اقول electric مثلا electric أو electric machine على كهربائية أوكي electric bulb اللي هو المصطاح الكهربي اشتغل بالكهرباء لكن electrical something which is related to electricity حاجة لها علاقة بالكهرباء لكنها لا تعمل بالكهرباء بس الصفة اللي هي electrical بنستخدمها للإشارة للأشياء اللي هي لها علاقة بالكهرباء ولا تعمل بالكهرباء لكن electric بنستخدمها غالبا مع الأشياء التي تعمل بالكهرباء فانا ممكن اقول electric bulb لكن ممكن اقول electrical مثلا electrical magazine مثلا electrical مثلا article مقالة بتكلم عن الكهرباء طيب فهنا بيقول لي electrical تعال نشوف كده بيقول لنا electric electric bills ليه؟ لأن الأجراز بتشتغل بالكهرباء فعل electric bills تمام؟ have electric bills فيها أجراز كهربائية that sound as soon as sound هنا جايب معنى إيه؟ يرن يعني و sound بتيجي بمعنى صوت و sound كمان بتيجي بمعنى يبدو والله كل دي معاني للي sound sound ممكن تيجي بمعنى صوت okay the sound of the machine صوت الآلة يبقى هنا جات بمعنى صوت و ممكن sound كمان تيجي بمعنى يرن يعني زي ما هو جاب لنا هنا في أو يحدث صوتا يعني زي ما جاب لنا في الباسج إن البيلز sound بتحدث صوتا و ممكن sound كمان بتيجي بمعنى يبدو أقول لكم مثلا the book sounds interesting يبدو يبدو إيه؟ شيقا the book الكتاب sounds interesting و ممكن sound كمان بتيجي كصفة بمعنى إيه؟ سليم فأنا ممكن أقول a sound mind in a sound body العقل السليم في القسم السليم a sound mind in a sound body العقل السليم في القسم السليم اللي هي a healthy mind in a healthy body العقل السليم في القسم السليم طيب تحلو نشوف كده نرجع عليه المقال أو الباسج اللي معنا بيولينا most banks have electric bills that sound as soon as a robber gets into the bank بمجرد إن الليس يدخل البانك إلي بيحصل الأجراس بترن naturally those bills do not work when there is no electricity a city أكيد هذه الأجراس مادم بتشغل بالكهرباء يبقى لا تعمل في عدم وجود كهرباء بيحكلنا بقى بيقول لنا one day في يوم ما some robbers بعض اللصوص decided to rob a bank قرروا إنه هم يسرقوا bank in a city center و city center دي طبعا British English هي mainly British English بتبقى British English في الغالب وبيسويها في American English downtown يبا city center اللي هي وسط البلد تمام وسط المدينة بيسويها downtown في American English وكلهما صحيح وخدوا بالكم إحنا في British English بنكتب غالبا معظم الكلمات اللي هي بتنتهي ب RE بتنتهي ب ER في American English بتبقى في British English RE يبقى في American AR في البرتش زي ما عندنا في passage RE يعني ما استغربش لو لقيت إن كلمة center الكتبت بال RE هي في American AR زيها متر في American برضو بتبقى ER لكن في البرتش English بتبقى RE زي ما ما هو موجود عندنا في passage بيقول لنا إني واحد من اللصوص أو بعض اللصوص قرروا إن هما روب بانك قرروا إن هما يسرقوا بانك في وسط المدينة انتظروا انتظروا في ليلة ما آخر كان يكفي كامل كان vivid كان هناك كامل بانك تمام كان في المنتقى IN THE AREA IN THE AREA في المنطقة وطبع احنا عارفين اني ذا بننطقها ذي لو جي بعدها كلمة بتبتدي بفاول ساوند زي كلمة AREA فانا نطقت THE AREA لاني طبعا إذا جي بعدها كلمة بتبتدي بفاول ساوند فقلت THE AREA THEY GOT IN دخلوا البانك THEY GOT IN THE BANK تمام وطبعا المنطقة بتبتدي بفاول ساوند فاولت THE AREA معناها يدخل they got in the bank easily دخلوا البانك بسهولة جدا through one of its side doors من خلال ايه واحد خدوا بالكم من الحتة دي من خلال واحد من الأبواب الجانبية أكيد باب سغير صح كذا to their surprise للمفاجأة ايه اللي حصل بقى they found that all the safe's were empty وجدوا كل ال safe's empty safe بمعنى خزنة هنا وجامعها safe's لكن ممكن提جب معنى أامن فلا ممكن اقولكم the place is safe الأمكان أامن اوكي لكن النوم انها safety الأمان safely بأمان safely تمام والفرب بسيف بالV وجدوا كل السيف وامتيل فاضين ليه بقى لاني the bank had recently moved all the money to the central bank in the capital إلا حصل the bank had recently لسه حالا كان عامل moved all the money نقل كل الفلوس لفيه to the central bank in the capital للبنك المركزي في العاصمة حظوهم يعني رائع جدا لقال الأمور أكثر سوءا إلا حصل لهم بقى all the bank bells suddenly rang كل البنك bells across البنك كلها suddenly rang رنت كلها as ليه بقى لاني the electric current had returned لاني التيار الكهرابي رجعتين the robbers were all put under arrest كل اللصوص كلهم ايه were put under arrest طيب حلو جدا في طبعا عندنا مجموعة من الأسئلة أول question معنا بيقول لنا بيقول لنا answer the following questions يعني سواء هو بدأ لي بـ answer أو بدأ لي بـ choose مش مشكلة قوي المهم إن إحنا عندنا three questions open open ended questions أسئلة answer they كده ثلاثة أسئلة وفيه تمام كمان four choices أربع اختيارات كمان أربع أسئلة اختياري بتختار فيهم بتكون كل سؤال من four choices يعني في عندنا three open ended questions زي كده سؤال زي قدامنا ده منه ثلاثة وفيه كمان معنا أربع أسئلة اختياري اختيارات تأول سؤال بيقول لنا why are the thieves ليه اللصوص why are thieves happy ليه الحرمية بيكونوا happy when electric cuts happen لما بيحصل قاطع للتيار الكهربي الإجابة بيقول لنا because ها حد يقول because a dark area suits the tops of a thief لإني لو فيه حتة ظلمة بيناسب الغرض اللي علشانه الثيف الحرامي بيقضي الغرض بتاعه أو بيقوم بالمهمة بتاعته splendidly يعني splendidly يعني بشكل رائع جدا so that he can do his work without being interrupted لكي يقوم بعمله بدون أن يقاطع by guards اشتغل كده بإيه يعني بحرية وبدون بدون محد يقاطع يعني who could see him بدون ما يقاطعوه لإيه ال guards الحراس اللي ممكن يشوفوه in the light لكن مش هيكون سهلة بالنسبة لهم إنه هم يشوفو اللصوص في الضلمة السؤال الثاني بيقول لنا how are most banks warned against robbers إزاي معظم البنوك بتحذر من اللصوص بيقول لنا إنه most banks معظم البنوك have electric bills أكيد معظم البنوك فيها electric bills أجراس كهربائية the sound as soon as اللي بترن as soon as بمجرد أني a robber gets into the bank إذا بترن بمجرد أني robbers gets into the bank ياس مجرد أنه يدخل إيه البنك بس في حد هنا يسأل سؤال بيقول لي السنقاس دي ليجي بعدها present ليجي بعدها present present simple كمان أوكي طيب هنقول إنه في عندنا مجموعة من time connectors مجموعة من الرابط الزمنية اللي هي زي as soon as وزي after before until tell if when كل دول بيجي بيستخدموا لربط أحداث في present ويستخدموا كمان لربط أحداث في past هقول تاني في عندنا مجموعة من الروابط الزمنية نكتبها دلوقتي حالا بتستخدم لربط أحداث في present وكمان بتستخدم لربط أحداث في past تعالي نشوف كده الروابط الزمنية دي مين بيقول لنا when وكمان as soon as we after before we if تمام و tell و until طبعا نحن عارفين ان كل الروابط دي بتستخدم ربط أحداث في present وفي past احنا يمكن متعودين نستخدمهم في past وال past perfect فمثلا as soon as we after بيجي بعضهم past perfect اللي هو had و تصريف رقم 3 تمام لكن before و by the time و when بيجي بعضهم حدث ايه حدث تاني اللي هو past simple يعني دي دول لو استخدموا لربط أحداث في الماضي يبقى تاني يبقى as soon as و after before و when و if كل دول بيستخدموا وخاصة ال connectors اللي هما الأربعة لفي الأول دول بيجي بعضهم غريب الأطوار شوية ممكن تلاقيه بعد منه past perfect ممكن تلاقيه بعد منه past simple وهكذا if لها طبعا الحالات اللي احنا عارفينها الحالات الثلاثة وكمان zero type حالة صفرية ف لجد اننا ممكن نستخدم as soon as و after و before لربط أحداث في الماضي اهو past perfect وهنا past perfect وهنا past simple وهنا برضو ممكن past اي past هنا بعد وين فيستخدمون لربط أحداث الماضي طبعا مع الوضع في الاعتبار ان as soon as و after بيجي بعضهم الحادث الاول اللي هو دايما بيكون past perfect لكن before بيجي بعدها الحادث التاني اللي هو past simple when بيجي بعدها الحادث التاني اللي هو past simple ممكن احيانا نستخدم بعدها الحادث الاول اللي هو past perfect if لها الحالات بتاعتها اللي احنا عرفينها طب حلو جدا ده لو ان استخدمت الرابط دي لربط أحداث في الماضي لكن ممكن استخدمها كمان لربط أحداث في present تعالي نشوف كده لو عندي after أو as soon as أو before أو by the time أو when if أو if قالنا لو انها استخدموا من رابط أحداث في present فبيجي بعضهم present simple بيجي بعضهم present ايه simple يعني ممكن اقولكم after I finish بعد ما أخلص after I finish I finish present simple ولا لا present simple after I finish جملة التانية I will go back home أي حاجة بقى أي شكل من أشكال الفيوتر يبقى بعد present simple هيبقى أي شكل من أشكال الفيوتر وإحنا اتكلمنا في الفيوتر قبل كده قلنا في ممكن يبقى عبر عن future باستخدام will ممكن عبر عن future باستخدام be going to هكذا فهنا ممكن نقول after I finish I will go back home ممكن نقول after I finish I am going to go back home ممكن نقول as soon as I finish present simple as soon as I finish I will go back home فالجملة التانية فيها will أو ممكن أي شكل أشكال future before you finish تمام call me إذا ممكن أستبدل future ب imperative بقى مش يعني ممكن أقول before you finish call me قبل ما تخلص اتصل بي فأنا استخدمت بعد before استخدمت present simple والجملة التانية كانت imperative طب نكتب هالجملة دي احنا قولنا before وكل دول بيجي بعدهم present simple في الجملة الأولى فأنا ممكن أقول أهو before you finish قبل ما تخلص ها اللي هيحصل كومة call me التسل بيجي يبقى هنا جي present في الجملة اللي بعد before والجملة التانية imperative امر تمام كده يبقى جي ايه imperative امر خلاص يا شباب فاحنا لازم ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا طبعا الانجليش وقواعد الانجليش مش حاجات طبعا هو في قواعد طبعا لازم نتابعها بس لازم على الناحية التانية نبقى فاهمين ان احنا ان انا ممكن القواعد دي تستخدم بأكثر من شكل فأكثر من اتجاه يعني ما بقاش خلاص انا حافظ اني after بعدها past perfect و as as بعدها past perfect ده لما ايجي استخدمهم لربط احداث في الماضي لكن ممكن استخدمهم لربط احداث في المضارع وممكن كمان استخدم as as اللي بيجي بعدها past perfect دي ممكن يجي بعدها past simple يعني اقولك مثلا as as she arrived تمام as soon as the professor arrived the students stood up as soon as past simple past simple مفيش اي space and time مفيش اي مسافة زمنية او فجوة زمنية ما بين الحدثين الحدثين حصلوا في نفس الوقت فانا قلت as soon as the professor arrived the students stood up فاجي بعدها past simple past simple عادي جدا خلاص past فانا عارف القاعدة كاملة وابعارف امت استخدم القاعدة دي وامت استخدم القاعدة الاخرى يعني ممكن تلاقي connector بتلايف اكتر من اتجاعة اكتر من حتة او كي زي ما احنا كنا بتكلم من شوية saw that ممكن استخدمها لربط احداث في present فبيجي بعدها can or may or will ممكن استخدمها لربط احداث في past بيجي بعدها could or might وهكذا تمام واحنا اتكلمنا خلال الحلقات عن كل الحاجات دي كتير جدا اكتر من مرة يعني انا لو في حاجة واقعة مني ارجع اليوتيوب وابص على الحلقات اللي فاتت هتلاقي ان القواعد اتقالت كتير جدا تعالوا بقى احنا نشوف هنا بيقول لنا as and as a robber gets into the bank بمجرد انه يدخل البانك سؤال الثالث بيقول لنا what was the robber's fate ممم fate طبعا بمعنى قدر او مصير what was the robber's fate وحنا هنا حطينا apostrophe بس مش apostrophe s لان هنا بنتكلم عن position الملكية ليه مع اسم بينتهي بS فالاسماء الجامعة التي تنتهي بS ماينفعش اضف لها apostrophe s للملكية وما هدف لها ايه مضف لها أباستروفي فقط تمام يعني مثلا عايز اقول مدرسة بنات فانا هقولها ازاي هقول جورلز سكول بالشكل ايه بالشكل ده جورلز جورل كده اهي ودتجامع هو بقت جورلز وروح حاطة أباستروفي اس لأ طبعا شين فهيحط أباستروفي اس فهقول طيب نشوف نكتبها لأ هتبقى كده جورلزز سكول طبعا الوضع يبقى صعب جدا جدا فانا كل انا بعمله ان انا بشيل الاس دي لانه يبقى صعب في النقط ان انا اقول جورلزز سكول فبتر ان انا للكلمات اللي بتنتهي باس الجامع فبحط أباستروفي فقط أباستروفي فقط لتعبير عن الملكية مش أباستروفي اس مش أباستروفي اس فأقول جورلز سكول مفيش أباستروفي مفيش اس في أباستروفي فقط جورلز سكول مدرسة بنات طيب يقول لنا What was the robber's fate سؤال اللي معنا What was the robber's fate in the end كان مصيرهم ايه في النهاية They were put under arrest كلهم تنام were put under arrest ده مصيرهم تمام وفي كلمات طبعا او في تعبيرات شبه كده ده علاقة بالarrest فلم أقول ممكن أقول مثلا They were put in prison ممكن أقول They were arrested قبض عليهم لكن ممكن أقول يعني كانوا طريد العدالة فأقولها ازاي They were on the run يعني on the run On the run يعني طريد العدالة اذا ده في بنستخدم on the run يعني معنى على او نسبة ترجمها على الطريق ممكن لكن بتستخدم برضو بمعنى طريد العدالة أنا ممكن أقول مثلا Sally is on the run for for committing لارتكابها for committing a crime لارتكابها جريمة طيب يبقى أنا برضو أحاول أعرف أكبر قدر من التعبيرات بيساعدني في الترجمة في بقى احنا أخذنا ثلاث أسئلة open-ended questions وفي بقى أسئلة أربع أسئلة choose هنشوفهم مع بعض بيقول لنا choose a correct answer number four the robbers broke into the bank الحرمية broke into the bank وbroke into الباس من break break يعني يكسر وطبعا break انتو يقتحم هم هنا اقتحموا البانك باي اي بقى باي climbing the walls بتسلق الحوائل ولا through the main gate من خلال البوابة الرئيسية ولا through a small door من خلال باب صغير ولا through the window من خلال الشباك طيب احنا دور جاءنا للpassage ها نلاقي انه هو كان آهل انه through the side doors وside doors مش gate مش بوابة كبيرة وكمان هما ما تسلقوش الحوائل يعني مش هتنفع الاختيار الاول ومش هتنفع الاختيار التاني through the main gate بوابة الرئيسية لا اهو قال لي the side door طيب side door ده موصفته ايه انه بيبقى small وغالبا اقل من اصغر من ايه من ال main gate فالاختيار التالت هو الصح فهنقول through a small door سؤال number five يقولينا the robbers were arrested الحرمية تم القبض عليهم after they had opened the safes بعد ما فتحوا الخزائن ولا before they opened the safes ولا قبل ما يفتحوا الخزائن ولا just when they entered the bank ولا بمجرد انه هما دخلوا البانك ولا before they entered the bank قبل ما يدخلوا البانك هما دخلوا البانك وفتحوا الخزائن وكده اخدوا وقت وفي الاخر ما لقوش ان الخزائن او لقوا ان الخزائن فاضية طيب فالاختيار الاول مش هينفع ولا هينفع after they had opened the safes اه ده ينفع جدا after they had opened بعد ما فتحوا الخزائن اه صح طب برضو نخليه على جنب كده ونقرأ بقى الاختيارات ونخلي دي الاستراتيجي بتاعتنا ان انا ما بختارش اول اختيار او اول حاجة بتقابلني فانا احس انها صحة فاختارت ومكملش لا لا اكمل كل الاختيارات اللي معايا فبيقول لي before they opened the safes قبل ما يفتحوا الخزائن لا ده هما فتحوا الخزائن فمش هينفع عن اختيار بي خالص نشتب عليه خالص just when they entered the bank بمجرد ان هما دخلوا البنك لا هما دخلوا البنك وقعدوا يفتحوا في الخزائن فمش بمجرد ولا حاجة ده اخدوا وقت تمام يعني كان فيه وقت فمش هينفع اختيار التالت لانه هنا بيقول لي just when they entered the bank مجرد ان هما دخلوا البنك على طول لا ده اخدوا وقت وفتحوا الخزائن تمام جدا يعني فمش هينفع اختيار التالت طب before they entered the bank قبل ما يدخلوا البنك ماينفعناش الاختيار لانه هما دخلوا ويفتحوا الخزائن يبقى نرجع الاختيار الاول هو الاختيار الصحيح مافيش ادق منه تمام number 6 بيقول لنا the bank robbers were surprised the bank robbers كانوا مندهشين كانوا مندهشين لي بقى buy finding two little money in the bank بيجادهم فلوس الى يلا في البنك ولا finding the bank closed ولا ان هما لاؤوا البنك مغلق ولا ولا finding no money in the bank ان هما ملقوش فلوس في البنك ولا finding the police waiting for them ولا لما لاؤوا البليس كانوا مندهشين بإيجادهم البليس منتظرهم طبعا الإجابة مافيش ولا إجابة صحيحة إلا الإجابة number number c or letter c finding no money in the bank بإيجادهم أو بعدم إيجادهم فلوس في البنك لأنه هنا قال لنا ان كل الفلوس تم نقلها ما قاليش ان في باقي little money عشان اختار الاختيار الأول ولا قال لي ان هما اندهشوا لما لاؤوا البنك closed خالص ولا الاختيار الأخير finding the police البليس ما كانش منتظرهم يبقى مش هينفع إلا الاختيار letter c السؤال اللي بعده بيقوليني the word splendidly means الكلمة اللي معناها splendidly الكلمة اللي هي splendidly means بتعني badly لا طبعا ولا greatly yes greatly ولا happily no ولا sadly طبعا no يبقى الاختيار التاني اللي هو letter b هو الاختيار الصح splendidly means greatly now we're gonna shift to another type of question read the following then fill in the spaces والسؤال ده طبعا سؤال من الأسئلة اللي الناس يعني بتتدايق منها شوي ولكن هو سؤال سهل جدا سؤال انا بحاول اقرأ ال passage اللي بديها لي تمام اكتر من مرة حاول try to get meaning حاول ان انت تفهم المعنى بتاع ال passage ومن خلال فهمك للمعنى هتلاقي ان في حاجات بناقصة بناقصة محتاج ان انا احطها عشان اكمل الفورم بتاع السنتنس بتاعتي طبعا نشوف بيقول لنا people are trying solve trying solve بيحاولوا يحلوا طب ما هو try من الأفعال اللي بيجي بعدها to صح كده يبقى try بيجي بعدها to فهنا مفيش to مفروض ان انا احط to وهتلاحظ ان بعد to لو انا حطيت to في ال space اللي هي number one هتلاقي اني solve طبعا في ال infinitive واحنا عارفين اني to بيجي بعدها infinitive people are trying to solve the problem بيحاولوا يحل المشكلة of finding green energy مشكلة ايجاب ايه طاقة نظيفة which space اللي ايه which space clean التي مفروض اقول تكون نظيفة صح كده طب تكون تيجيبها ازاي is ولا are لا is طبعا which is clean في number two هنحط is and doesn't space pollution doesn't a طب هنا بعد doesn't انا دايما انا فكر كده بعد doesn't هيبقى جاي verb طب doesn't ايه يا ترى ايه الverb اللي انا ممكن احطه هنا عشان المعنى يكون صحية انا بتكلم عن green energy الطاقة الخضراء والطاقة الخضراء دي لا تسبب التلوث فانا هقول doesn't a pollution يسبب يعني ايه اه يسبب يعني cause يبقى انا هقول doesn't cause pollution اللي هي دي يبقى انا هقول doesn't cause pollution لا تسبب التلوث خلاص طيب thus لهذا plants النباتات space grown النباتات مالها النباتات يا ترى بتزرع ولا تزرع النباتات بتزرع حلو جدا يبقى انا المفروض ان انا نخلي الجملة دي في past في passive في المبني للمجهول طب والpassive بيكون من ايه؟ ما حد يقول لنا passive بيكون من ايه؟ passive ببتدي بالobject اللي هو موجودة عندي في الجملة اللي هو plans فانا ابتديت بالobject وبعد الobject بحط verb to be في نفس الزمن بتاع الجملة يعني لو عايز اتكلم في المدارة بحط verb to be في المدارة اللي هو am أو is أو are لو عايز اتكلم في الماضي في الماضي بحط verb to be في الماضي اللي هو was or were وهكذا يعني بستخدم الverb أو الفعل بي تمام؟ وحطه في الزمن اللي انا عايز ايه؟ استخدمه فيه زي انا عايز اتكلم في المدارة عايز اقول يستخدم يستخدم ده يعني مدارة بحط verb to be في المدارة اللي هو am أو is or are طب استخدمه او زرعة او زرعة فانا بحط verb to be في الماضي عايز اتكلم في اني الحدث بيحصل بيحصل دلوقتي حالاً فنحط verb to be اللي هو في المدارة المستمرة am أو is or being اوكي؟ وكذا وبعد كده التصريف رقم ثلاثة للفعل الموجود فانا عايز اقول ان النباتات تزرع يبقى plants و verb to be في المدارة صح؟ verb to be في المدارة am أو is or are فلان بلانس هتاخد a يبقى بلانس a والتصريف الثالث grown يبقى بلانس are grown تزرع النباتات تزرع وتكملت الجملة تعالوا نرجع كده للpassage اللي معانا بيقول لنا plants are grown هنحط احنا are من عندنا فنقول plants are grown everywhere في كل مكان and can يمكن ان تستخدم يبقى كان ايه can be used كان ايه can be used الله تمهم ده passive بردو والpassive فيه لما بيكون عندي model verb فعل ناقص وعايز اخلي الجملة بتاعته فيه الpassive فبحط بعد model verb الفعل الناقص ده بي والتصريف الثالث يعني can use يعني يستخدم عايز اقول لي يمكن ان يستخدم يستخدم يبقى حط بعد كان بي والتصريف الثالث من use هي used يبقى can be used يمكن ان يستخدم can be used اوكي يبقى نحط هنا في اختيار number 5 او في النقطة number 5 نحط بي اوكي طيب فيه النقطة number 6 can be used as food and fuel sunflowers اللي هو نبات دوار الشمس are grown بيزرع are grown يزرع فين بقى space this reason طب انا عايز اقول ايه وانا ابردو ارجع كده بالعرب اقول انا عايز اقول ان نبات دوار الشمس ده يستخدم لي هذا الغرض is used for ولا to ولا ايه بالزبط طب انا عارفين ان reason بيجي معاها preposition for يبقى reason for يبقى هنستخدم هنا for cause مسبب بيجي معاها of cause of هنستخدم مع cause of لكن مع reason for فالاختيار هنا او في النقطة number 5 هناخد for تعال نشوف كده بيولينا sunflowers دوار الشمس are grown بيزرع for this reason لهذا الغرض تعال نشوف كمان سؤال كمان بيولينا translate into arabic ترجم الى العربي ignorance اخدنا الكلمة دي في الحلقة اللي فاتت ignorance الجهل واخدنا اني ال passive طبعا بتاع consider بيكون اما وذا وار considered قولنا ignorance is considered طبعا ده في ال present الجهل الجهل is considered the annual طبعا one of the serious diseases diseases معنى امراض و serious بمعنى خاطير أو خاطر وتيجي كمان serious بمعنى good that has spread has spread spread معناها ينشر أو ينتشر in our societies في مجتمعتنا nowadays تمام nowadays معناها حاليا أو في هذه الآونة تمام which effects effect بمعنى يؤثر وطبعا لو احنا حولنا the a اللي في الأول إلى e هتبقى effect تأثير effect تأثير لكن اللي معنا هي effect you answer all aspects of life كل جوانب الحياة gravely بشكل بالغ gravely يجب من grave قبر gravely بمعنى بشكل بالغ نشوف كده الترجمة هتبقى عاملة ازاي طبعا انا لما باجي هترجم من الانجليش للعربي هبتدي بالفعل يبقى هبتدي بالفعل هقول يعتبر فين الفعل بتاع اللي هو is considered هبتدي به وهقول يعتبر ايه بقى يعتبر الجهل صح كده أحد الأمراض الخطيرة صح مش هنقول أحد الأمراض الخطيرة اه واحد من الأمراض الخطيرة انا هنقول لو احنا حبينا نزبط هنقول أحد الأمراض الخطيرة تمام that has spread التي انتشرت في مجتمعاتنا in our society nowadays في هذه الآونة which effects والذي يؤثر على أو فيه كل جوانب الحياة بشكل بالغ نكتب الترجمة هنقول يعتبر يعتبر ايه؟ الجهل صح كده؟ طبعا احنا لما بنترجم بنعيد الصياغة أكتر من مرة عادي جداً انتبر الجهل أحد 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 يبقى أخطر الأمراض أحد أخطر الأمراض أحد أخطر الأمراض التي انتشرت في مجتمعاتنا التي انتشرت في مجتمعاتنا في هذه الآونة تمام؟ في هذه الآونة الآونة تمام؟ والذي في بعض طبعا احنا عارفين ان فيه ترجمة بالحزف ترجمة بالإضافة ممكن نقضيف حاجات ليه يعني تعديل الصياغة بتاعتي أو لتحسين الصياغة فبيقول لنا والتي والذي ايه بقى؟ أفكت يؤثر والذي يؤثر في كل جوانب الحياة بشكل بالغ كمام؟ ممكن طبعا انا قاعد هشوف ايه الهمزة انا حطيت همزة زيادة او ما حطيتش همزة طبعا ممكن استخدمت فورب بشكل بشكل ما ممكن استخدم فورب أفضل منه وهكذا عملت مستيك وابتديت في العربي بالاسم كان ممكن أعيد الكلام ده تعال نشوف ترجمة أخرى بيقول لنا بيقول لنا اللي هو العنف لذلك لهذا يجب أن نحاربهم طيب أنا دلوقتي عايز أبتدي الجملة بتاعتي بي العربي هقول ايه ندور على الفعل كده employment literacy R الار ده يكون طيب أنا لما يكون الفعل عندي يكون فمش من الأفضل أن أنا أبتدي بالفعل بتاعي يكون فهضطر أن أنا أبتدي بالإيه بالاسم أنا مضطر أن أبتدي بالاسم فهقول أني أو الأمية طبعا الأمية والبطالة are two major causes يكون خدوا بقى الأمية يكون طيب نكتبها يبقى الأمية والبطالة يكون من مسببات من الأسباب الرئيسية تمام التي تؤدي إلى تؤدي lead to crimes تؤدي إلى الجريمة أو إلى الجرائم أو ممكن أحط هنا إلى ارتكاب الجرائم and the violence والعنف خلاص that's why يعني لهذا لهذا إيبقى we all should try يجب علينا جميعا يجب علينا جميعا أن نحن نعمل إيبقى أن نحاربهم أو نواجههم طيب احنا حسب لكم اللي هي نوبر ثري هومورك حسب لكم نوبر ثري همورك بس عليها أيجبت ايجبت ويجبت رهيزي فتالت ومشتركوا في القناة ومشتركوا في القناة